أنا أكثر أتخوف أن أنا مش عايز الناس تفقد الثقم اللقاحات عموماً مش بس في موضوع كورونا هل يجب أن نقلق من اعتراف أسترازينيكا النادر بشأن آثار لقاحها المضاد لكوفيد؟ شركة أسترازينيكا المصنعة لأحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا اعترفت لأول مرة بأن لقاحها الذي طلقاه الملايين حول العالم يمكن أن يسبب آثاراً جانبية مميتة في حالات نادرة جداً الشركة البريطانية تواجه 51 دعوة قضائية في بريطانيا من عائلات تطالبها بالتعويض وتزعم هذه العائلات أن أقاربهم أصيبوا بتشوهات أو ماتوا بسبب اللقاح الذي أنتجته الشركة وقد تصل التعويضات إلى أكثر من 100 مليون دولار لكن الشركة تطعن في هذه المزاعم فما الذي اعترفت به الشركة تحديداً؟ وهل يستحق الانتباه والقلق؟ علماً بأن منظمة الصحة العالمية كانت قد قالت عن لقاح أسترازينيكا إنه آمن وفعال لجميع الأفراد فوق سن 18 عاماً وإن التأثير السلبي الذي استلزم اتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة كان نادراً جداً هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي وأنا نغم قاسم أتحدث اليوم إلى دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبيئة في مصر أهلاً يا دكتور أهلاً أستاذ عناناً يعني ما طبيعة الإعلان الذي أصدرته أسترازينيكا؟ ماذا نفهم من هذا الإعلان؟ كويس نحن نبدأ بأول حاجة بالإعلان يعني ودايماً نخلينا نأخلينا بالنا أن أي إعلان بيحصل من شركات الدواء للقضاء بالذات بيبقى محتاجين نركز في كل كلمة لأن كل كلمة بيبقى لها معنى يعني مهم جداً هما لو رجعنا بالموضوع الوراء شوية كده إحنا هل يوجد أثار جانبية عموماً من الأدواء واللقاحات؟ يعني ده ده الموضوع الكبير يعني وهل في أثار جانبية نادرة؟ هل في حاجة اسمها أثار جانبية شديدة الندرة؟ أو خلينا نتفق اتفاق كده أن أي لقاح أو دواء على فكرة طالما ليه فعالية هيبقى ليه أثار جانبية دايماً إحنا بنقول على طول كده الدواء اللي مالوش أثار جانبية مالوش فعالية نفس الكلام في اللقاح فدي عموماً في العموماً حاجة عادية طب هما قالوا إيه للقضاء؟ طبعاً لما فيه ناس رفعوا قضية على أسرة زينكا وقالوا إن إحنا جلنا أثار جانبية وبالتالي عايزين تعبطات الشركة ردت قالت إيه؟ قالت إحنا بنقول إن يوجد أثار جانبية شديدة الندرة تمام؟ وعشان نقدر نربط إن اللقاح مرتبط سببياً بالأثار الجانبية دي محتاجين إن إحنا نشوف كل حالة لوحدها ونعمل لها دراسة لوحدها عشان نعرف هل فيه سببية ألا طبعاً هما ليه بيقولوا كده عشان كده بنركز في الكلام؟ هما معترفوش في حاجة جديدة إحنا بعد اللقاح ما أسرة زينكا ما طرح في الأسواق بعد الجائحة بكم شهر بعدها بالضبط بعام واحد بقينا عارفين إن فيه أثار جانبية شديدة الندرة يعني إيه شديدة الندرة؟ إحنا طبعاً أي حد بياخد أي داوة ممكن يجي له أثر جانبية على طول طب لو كان الأثر الجانبية دا مثلاً بيظهر لحالة لكل ثلاثة مليون حالة مثلاً فده مش هينفع نشوفه وإحنا لسه في الدراسات الأولية لا يبقى فيها كم ألف حالة بعكاية ياخد الموافقات إمتى نبتين نشوف الأثار الجانبية دي؟ لما يبتدي أكتر من ثلاثة مليون شخص يستخدم اللقاح طبعاً حصل مع أصر زينكاً بعدما ثنة تقريباً وفي ملايين الأشخاص خدوا اللقاح ببتدت تظهر الأثار الجانبية اللي هي شديدة النطرة منها كان اللي احنا نتكلم فيه وهو الجلطات الترومبوسايتوفينيا مغادر نظر عن الاسم يعني إن في بعض الجلطات اللي ظهر فده خبر ما هوش جديد على الأوسطات العلمية اللقالاته أسترازينكا الناس كلها كتعارفاها من نظامة السهر العلمية كتعارفاها بعدها بسنة الف دي اي من نظامة الغزائي وده أعرفاها من ساعتها يعني فبالتالي لا يوجد جديد في التصريح اللي قالته أصلا زينكا زائد إن عشان برضو نقدر نفهم هل ده أثر جانبي من اللقاح أصلاً ولا أه فانيقول إن اللي بيجيله كوفيد هو عنده احتماليات إن يحصل له برضو نفس العرب الجانبي ده من كوفيد مش من اللقاح عشر مرات أكتر في بعض المسكنات اللي بناخدها كل يوم فيها نفس الأثر الجانبي ده بطريقة شديدة الندرة أو نادرة فده ملخص كده التصريح اللي قالته أصلا زينكا كان لازم نقول السياق بتاعه عشان يبقى فاهمين التصريح ده تقال لي لكن دكتور إسلام الشركة اعترفت إنه يمكن في حالات نادرة أن يحدث تجلط في الدم لكن هذا لا يعني بالضرورة أن يحدث تجلط في الدم مع نقص الصفايحات هل هناك فارق بين الأمرين؟ اه يعني إحنا هل نتكلم على ثرومبوزيز مع ثروموسايتبيني يعني الاتنين مع بعض ده هو ده اللي احنا نتكلم عليه بالضبط اللي هو أثر جانبي شديد الندرة ما نقدرش نجزم عشان كده أقاله إحنا ما نقدرش نجزم أو نأكد إن في سببية بين اللقاح وبينه وده على فكرة هو ده نفس الأثر الجانبي اللي كنا نقول بيحصل مع كوفيد فيه فرق بينهم فيه فرق بسيط بينهم ولكن احنا نتكلم على أثر الجانبي بيظهر بيظهر يعني كان معروف بيظهر كان موجود لي ريكورد وموجود لي يعني بعد على طول تعاطي اللقاح بسنة وده على فكرة نفس اللي حصل مع فايزر إذن فايزر برضو كان ليه أثار جانبيا ظهرت بعديها بسنة على طول هيا الفكرة كلنا لازم يبقى فيه قدام القضاء يعني زي ما دول قالوا لحالة أنا جالي واحدة أنت تتربع حالات لازم الشركة ترد هل الحالات دي موجودة ولا لا غير إن أصلا يعني كل الأدوية واللقاحات اللي تم ترحاها بطريقة عاجلة يعني أتفكرين اللقاح بتاع كورونا ما كملش كل الإجراءات بتاعته قبل التسجيل حتى ونعرفين بقى فيه حاجة اسمها فيز وان وفيز تو وفيز تري خليني نقول هما ثلاثة فيزز هو ما كملش ثلاثة فيزز في الأبحاث ثلاث مراحم في الأبحاث قبل ما ياخد الموافقة بتاعته فبالتالي إحنا منتكلم على موافقة طارئة عشان كان فيه جائحة فساعتها بيعمله حاجة اسمها حسابات المنفعة والمخاطر كده هو أنا يعني منفعة إنها نزل اللقاح بسرعة قبل ما تكمل الأبحاث بتاعته أعلى ولا استنى هيئة الدواء اللي في أمريكا وهيئة الدواء الأوروبية قالت لأ إحنا ما نفعها أكتر وده فعلاً اللي قريدي هيئة الدواء مثلاً قالت وإحنا لو ما كناش استخدمنا نقاح لكورونا كان هيبقى الوفيات أكتر من كده بملايين كدرت بقى بعشرة مليون في دراسات كدرت أنا كان بقى في زيادة في الوفاة خمسين مليون لكن في الآخر الآثار الجانبية كانت معروفة للكل لذلك كان فيه حاجة اسمها بنسميها يعني وفقة من الشخص اللي ياخد اللقاح قبل تعاطي اللقاح أنه عارف أن الدراسات والأبحاث ما كملتش قبل تعاطي اللقاحات فبالتالي إحنا مش متأكدين مية في المية من الآثار الجانبية عاملة إزاي؟ طب لو كنا أجرينا الأبحاث على المراحل الثلاث هل هذا كان سيكشف الآثار الجانبية في مرحلة التجربة قبل تجربتها على البشر؟ يعني هل كان سيجنب الأفراد الإصابة بهذه المسألة مثلاً تجلط الدم أو حتى تجلط الدم مع نقص الصفايحات؟ ده سؤال حلو قوي كان هيجنبنا الأثار الجانبية الندرة بس برضو مش شديدة النطر يعني أي دوة أو أي لقاح هيتم دراسته على كام حد عشان يخلص الدراسات المراحل التلاتة؟ هيتم دراسته على ألف ألفين تلاتة عشرة خمسين ألف فده هيطلع لي كل الأثار الجانبية اللي هي البسيطة اللي فرصتها في الحدوث عالية لكن زي ما قلنا كده حاجة مثلاً تظهر حالة كل عشرة مليون حالة كل ثلاثة مليون ده مش هقدر أعرفه إلا لما يتم طرح الدواء في الأسواق لذلك ده مش بيسري على اللقاحات إحنا أي دواء موجود في العالم في حاجة اسمها إدارة سلامة السلامة والمتابعة سلامة الأدواء اللي هي الفارماكوباجيناتس دول بيقولوا أن بعد الاستخدام ونزول الأسواق لو حصل أي أثار جانبية لو سمحتوا بلغوا لأن ممكن تكون فعلاً ما ظهرتش في المراحل التلاتة في الأبحاث فبالتالي هتجنبنا بعض الأثار الجانبية كنا نعرفينها بصورة أكتر؟ هل كانت هتخلينا وثقين أن فيه أثار جانبية شديدة النضرة؟ لا لأن حجم الناس اللي كان هاخش في المراحل التلاتة برضو كان هيبقى قليل ما كانش هيبقى كتير طيب هل يمكن أن تظهر الأثار الجانبية لأي لقاح بعد سنوات من تناول اللقاح؟ يعني هل يمكن مثلاً إذا كنت تناولت أسترازينيكا أن تظهر الأثار الجانبية لهذا اللقاح علي بعد خمس سنوات مثلاً أو عشر سنوات؟ طيب حلوة بدي أعني أعظم الناس اللي كتبت على السوشيال ميديا يوم ما كانوا في النقطة بزيزة أنا أخذها من سنتين ثلاثة إيلا هيحصل لي أنا؟ هتجروها حل لإيه؟ لا ده مستبعات تماماً اللقاحات أثارها الجانبية بتظهر بعدها اللطفة يعني حد هيحصل له في تجلطات أي مشكلة حتى تانية دي هتظهر بعد تناول اللقاح لذلك إحنا بعد عام بالزبط من صدور اللقاح أصلاً إذا كابتدت الجهات كلها تقول إيه؟ إنت لو عندك قابلية إن جسمك ممكن يكون جلطات بلاش تاخد أسترازينكا وساعتها لو حالك منتذكرة وكلمني مدودة كتير قالوا إن السيدات اللي عندهم قابلية أعلى للجلطات اللي أحسن ياخدوا مرنة فيكسين وما ياخدوش الفكتور فيكسين اللي هو أسترازينكا فده كان يعني متبع ساعته طيب أنا دلوقتي فاتعلي يا سنة محصل لش جلطات هيحصل لي حاجة؟ لا مش هيحصل حاجة فكل اللي خد أسترازينكا يتطمن مش هيحصل حاجة طيب ما ما حصلش ساعته طيب حاجة برضو سؤال تاني هو الناس دي معناها إن هايجيله المرض ده وحصل له بعد مخاد اللي قواه ده بيموت لو من الأول كده تلحقت بمثيبات للجلطات وده اللي كان بيحصل يعني كان أقوات كتير جدا بيدوا أسترازينكا وامتابعين المريض لو هو حاسن فيه مشكلة عشان يدولوا مثيبات للجلطات من الأول كده كحاجة وقائية عشان ما يحصلوش لأثار الجنبية فده ملخص موضوع ده النص طب منه تماماً لو خدت اللقاح من ساعتين ثلاثة مش هحصل لك حاجة طيب دكتور إسلام كان سن الأربعين بيعتبر يعني حد فاصل لمن يتعطى هذا اللقاح ولا يتعطى هذا اللقاح فلماذا هذا السن تحديداً؟ هل هناك أمر معين يرتبط بهذا السن؟ يعني النقطة دي كان عليها عباحات كتيرة وتاني هنتكلم بقى أن العباحات دي برضو كانت بعد 12 شهر من طرح اللقاح يعني وابتدى يبقى فيه تأسيم إن مثلاً الشباب تحت ودون الأربعين خصوصاً لو كان عندهم قابلية أكتر إن ممكن يجي لهم التهبات مثلاً في الأخشيات القلبة أو مثلاً في العضلات فكان ساعتها بتقابل يستحصل ما ياخدوش مثلاً المرنة اللي هو زي فايزر وموديرنا مثلاً السيدات اللي كان عندهم قابلية أكتر للتجلطات السيدات عندهم قابلية أكتر من الرجال مثلاً فبالتالي يستحصل ما ياخدوش أصلاً دينك وساعتها نصحنا كتير إن لو هيبقى فيه توزيع للقاحات وفيه وفرة في اللقاحات لأحسن أن انا عملت تأسيمة دي الأحسن أن انا أعرف إن بعض الفئات ياخدوا لقاح معين بعض الفئات لأ طيب إيه السبب؟ السبب حتى الآن في الدراسات اللي موجودة مش معروفة غير بإن بعد سن الأربعين النشاط نفسه بتاع المناعة نظام المناعة النظام المناعة بيبقى أقل شوية فإن هو يهاجم نفسه أكتر من الشباب اللي هم أقل من أربعين سنة فبالتالي أنا أنا ما أبدي الجسم الخارجي زي بتاع ليه مران إيه؟ ده بيشجع أكتر الأمراض اللي هي زيتية المناعة إن المناعة تبتدي هي اللي تهاجم الجسم فبتقدت يبقى فيه التأسيمة دي بس من غير ما نخش في التفاصيل اللي هي العلمية زيادة إحنا لو هنستمر في إعطاء لقاحات نوسمية الكوفيد اللي هو حاليا طبعا موضوع بقى شائق جدا والناس بقت متشككة في كل اللقاحات مش بس لقاعات كوفيد لازم يبقى فيه التأسيمة دي يعني لازم يبقى فيه قبل ما حد ياخد اللقاح أبيعارف هو البروفايل بتاعه عامل إزاي؟ هو مثلا عنده أي أمراض معينة سنه عامل إزاي؟ وبتدي يقسم نوع اللقاح على حسب الشخص نفسه عامل إزاي؟ ما زي ما كان بيحصل قبل كده؟ طبعا إحنا لو بنتكلم كده هو دلوقتي يعني فيه دول كاملة لغت الصفقات بتاعة اللقاحات يعني بسة رومانيا لغية الصفقة بتاعة فايزر أصلا زيانك عندهم مشكلة بتاعة اللي موجودة عندهم؟ طبعا إيه التخوف؟ لو قلتدي أكتر تخوف عندي أنا إيه؟ أنا أكتر تخوف أن أنا مش عايز الناس تفقد الثقة واللقاحات عموما مش بس في موضوع كورونا طيب هل مسألة تجنب الأثار الجانبية ممكنة؟ يعني هل هناك عوامل ترفع من خطر إصابتي بأي أثر جانبية لأي لقاح؟ احنا خلينا انتفق كده احنا فلنا انتفقنا اخطينا قاعدة كده اللقاح او الدواء مالوش أثار جانبية مالوش تعالي صح كده ده القاعدة ده القاعدة اللي احنا اخطينا ففيه أثار جانبية بسيطة دي ما فيش مشكلة منها ده معناه من اللقاح قريديش عغالي فيش حاجة يعني ارتفعها في تغيرة الحرارة فانا باخد ساعتها حفظ للحرارة حاسنا جسم انكسر شوية كل ده أمور طبيعية لو كان بنتكلم في اللقاحات عموما مش في كورونا احنا كل لقاح موجود في الاثار الجانبية النادرة وشديدة الندرة هي ايه؟ تبقى موجودة في الريسيرش والكاترة كلهم عارفينها هل في حاجة نقدر انا اعملها؟ لو كان في تحذيرات للقاح ان فلان وفلان ما ياخدوش يعني مثلا في تحذيرات ان لو الشخص عنده مرض فيروسي حاليا مش ينفع ياخد لقاح معين يعني مثلا ما ياخدش لقاح الانفلوانزا في ناس بتاخد ادوية لرماطايد مثلا اللي بياخد دواء لرماطايد وياخد انواع معينة من لقاحات لازم يوقف الدواء بلاها باسبوعين فهو كل لقاح ليه شوية شروط معينة الوحيد اللي هيبقى عارفها هو الدكتور اللي بيتابع مع خالته ولي بيديه اللقاح ينفع نتجنب اثار جانبية كثيرة ننفع نتجنب بيسموها دراج دراج انتراكشن او دراج انتراكشن اللي هو التفاعل ما بين ادوية انا باخدها كشخص ما بين اللي انا اريدي هاخده دي برضو سهلة ان يظهر بقى عند الشخص بعد كل ده اثر جانبي نادر او شديدة النضرة ده نفس الفرصة بتاعت ان شخص ممكن ياخد قرس مسكن ويظهر له برضو اثار جانبية نادرة احنا يعني لو فتحنا مثلا المسكنات لو فتحنا النشرة الداخلية وبصنا على الاثار الجانبية النادرة او شديدة النضرة اوقات هتلاقي الاصابات ممكن تؤدي لوفاة ممكن تؤدي لدخول عناية مركزة وده ايه ده قرس مسكن بس هو لازم يكتبوا كل الفرص بتاعت الامراض الندرة او الاثار الجانبية الندرة اللي ممكن تخصر احنا على فكرة في مصر عشان بس مش عايز اقول اسم دوا ما فيه دوا بيتاخد زي بونبوني هنا في مصر بيجيب نفس الاثر الجانبي اللي موجود مثلا في اللقاح ونفس بتاخدوا بكسرة وموجودة موجودة في النشرة الداخلية كده واحسان خاصة تعودنا بس دلوقت ابتدى يبقى فيه تسليل دو قوة جدا على موضوع اللقاحات وعلى موضوع الاثار الجانبية فخلتنا احنا اخدين بالنا لكن احنا لو فتحنا كل النشرة داخلية بتاعت اي دوا عموما دوا ضغط بقى دوا سكر وتفر محدش ياخد ادوية الناس كلها هتخافي فده ده العادي ان يبقى فيه اثار الجانبية نادرة ده عاية حضرتك ذكرت يا دكتور ايضا وزارة الصحة المصرية تحدثت عن نفس المسألة الموافقة انك وفقت بشكل شخصي انه على مسؤولياتك الشخصية تناولت هذا اللقاح او يعني تم حقنك بهذا اللقاح هل الموافقة تعني انه ليس لدى الشركة او لدى الدولة اي مسؤولية اتجاهي اذا حدث اي شيء او ظهرت اي اثار جانبية هنا في نقطتين بس يعني فكرة التركيز ان هو ده المخرج الوحيد هو ده بس خرجت عن سياقها يعني هي سواء الوزارة او الجهد الرسمية هو مش قصدهم اللي هو خلاص انتم قضيته واللي حصل حصل واحنا بنقلي مسئلتهم والقانون لا يحمل المغافلين او مش قصدهم كده اه هو بصل التوضيح في خرجت عن سياقها بس هو احنا كل الدول على مستوى العالم لو بتدي دول هو لسه ما خلص التلات مراحل والتسجيل بتاعه البيشنت او المريض بيمضي الموافقة الضبنية دي هل ده بيخلي مسئولية تماما تجاهي حاجة في عندي مسئوليتين في مسئولية قانونية وفي مسئولية دستورية للادوية المسئولية القانونية ان الشركة في الاخر اللي انا رفعت عليها دي تقول لي ما انت مواضي وخلاص بس استيل طبعا القضية بتمشي لان في قانون مهم جدا هو يعني عدم الضرر حتى لو انا مضيته مفروضة ما يبقاش فيه ضرر فهي لا تخلي المسئولية يعني تماما ولكن هي بتدي يعني اعلان ان انا ما عنديش اي سوق نية كشركة ان انا كنت بدي الدواء وانا قاصد او مش عارف او مش واثق من اللي بيحصل ايه فانا عايز اخلي مسئولية القانونية لان ده نفس المتبع واللي احنا بنشتغل به كباحثين من قديم الازل انا اي دواء بعمل عليه بحث اي شخص بيجي اشترك معي بمضيه يمكن حتى بنسخة معقدة عن النسخة اللي مضانوها ساعة كوفيد ومكتوب فيها مثلا انا مش مسئول عنك لو حصل حياة وفاية مش مسئول لو حصل كزا مش مسمع ده ده العادي في عالم الابحاث الاكليميكية للادوية الحق بقى الدستوري اه لأ يعني انا لو عندي حق معين نتيجة حصل مشكلة كبيرة مهما ان كان موضي ساعتها الموضوع بيتاخد من اه شك اخر واشك ان في انسان او مواطن من دولة ما تضرر ضرر كبير فبالتالي الدولة بتحاول ان هي تشوف ازاي ممكن ان احنا نقلل الضرر ده قدر الامكان مش بس حكاية المسئولية القانونية فلو رجعنا تاني دي حاجة سانوية مش هو ده مش هو ده الحاجة المهمة الكبيرة اللي هو احنا اجمع ما لناش دعوا باللخص انتم هدين كونسانت لا الموضوع الكبير والمهم وده اللي تقال يعني برضو على صفحة وزارة الصحة بس الاسف يعني كنت لسه ببص على صحة يعني خدت كم لايك انشيرت انا عليها تقريبا مية واربين لايك او حاجة زي كده يعني ببص على اللقاح يا جماعة هيموت روح اعمل له تحاليل واخدها مليون ومليون نص يعني فيها منتشرت شوئين اه الاثارة الجنبية النادرة دي دي حاجة متوقعة ومعروفة وما هيش حاجة كبيرة وموجودة في ادوية كتيرة احنا بناخدها باستمرار فبالتالي مفيش خوف على الناس مفيش خوف ان هو اخد اللقاح من سترازينيكا ان هو محتاج يعمل اي حاجة فهرجع تاني نقطة الكونسنت او نقطة الموافقة الضمنية هي حاجة ثانوية كانت تتقال بالتبعية وبالتبعية الناس كانت تعرف شكرا جزيلا دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبيئة في مصر شكرا جزيلا على كل هذه الاضحات يا دكتور اعربت استرازينيكا عن تعاطفها مع اي شخص فقد احبائه او ابلغ عن مشاكل صحية وقالت في بيان ان سلامة المرضى هي اولويتنا القصوى ولدى السلطات التنظيمية معايير واضحة وصارمة لضمان الاستخدام الامن لجميع الادوية بما في ذلك اللقاحات واكدت انه من خلال مجموعة الادلة في التجارب السريرية وبيانات العالم الحقيقي ثبت باستمرار ان اللقاح يتمتع بملف امان مقبول ويصرح المنظمون في جميع انحاء العالم باستمرار بان فوائد التطعيم تفوق تأثير المقاطر المحتملة النادرة للغاية استمعوا الى بودكاست يستحقوا الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لديكم وعلى موقعنا بي بي سي ارابيك دوك كوم وعلى قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب نسعد بآرائكم واقتراحاتكم شاركوا حلقاتنا مع من تحبون وعلقوا عليها ولا تنسوا الاعجاب بها وأخبروا أصدقاءكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه أعدى هذه الحلقة إناس عبدالوهاب ونفذتها أبي مورتشنسكا وقدمتها نغم قاصم وفي إدارة التحرير كريمة كوح